أكثر من 300 مرشح من بينهم 87 مرشح يتنفسون على 12 مقعداً نيابياً لمحافظة صلاح الدين 19 قائمة ستخوض الانتخاذات البرلمانية في المحافظة تتوزع على 11 تحالفاً و7 أحزاب إضافة إلى مرشحين مستقلين أما عدد الناخبين فيبلغ أكثر من 900 ألف ناخب موزعين على أقضية المحافظة الثمانية ونوحيها الخمسة عشرة 24 مرشحاً لكل من هذه التحالفات تحالف صلاح الدين هويتنا تحالف القرار العراقي تحالف تضامن تحالف عراق الأرض تحالف بيارك الخير تحالف سائرون إضافة إلى تحالف الفتح ائتلاف الوطنية ائتلاف كتلة الجماهير الوطنية تيار الحكم الوطني وحزب الفيدرالية الوطنية ائتلاف النصر دخل الانتخابات بـ 25 مرشحاً أما التحالف المدني الديمقراطي فيخوض الانتخابات بـ 13 مرشحاً أما تجمع العراقيون للتغيير وائتلاف كفاءات للتغيير فقد دخل الانتخابات بـ 11 مرشحاً لكل منهما حزب الداعي بـ 5 مرشحين وحركة تجمع السريان بـ 7 مرشحين أما ائتلاف دولة القانون فقد دخل الانتخابات بـ 4 مرشحين وهناك عشرة مرشحين لكل منه ائتلاف الكلدان، ائتلاف الرافدين، المجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري، اتحاد بيت نهرين الوطني، اتحاد أبناء النهرين، وحركة بابليون كما يخوض السباق الانتخابي مرشحون، مستقلون أبرزهم، راعد جابر صالح، لمياء شاوي لهلالي، فراس كوركيس عزيز، نوفل الناشي، ورحيم العابي تامر يتطلع الناخبون في محافظة صلاح الدين إلى تنفيذ مشاريع حيوية وإعادة بناء ما دمره إرهابي داعش ولسيما أن أعداد كبيرة من أهالي المحافظة عادوا إلى ديارهم بعد تحريرها منه المحافظة تعاني من ترد الواقع الصحي والخدمي ويحتاج أبناؤها إلى توفير فرص العمل ولسيما في قضاء بيجي الذي يعد من أكثر مناطق المحافظة تضررا بسبب الحرب اشتركوا في القناة